لمدة تزيد على أسبوع شخصة الأنظار الدولية إلى السودان كيف لا؟ ورعاية دول العالم موجودون في العاصمة المشتعلة محاولات عدة لإدخال الهدن الإنساني حيز التنفيذ بهدف أساسي هو إجلاء الرعاية الأجانب بعد المحاولة الثالثة أنجز الأمر وتمكنت دول غربية وإقليمية من إخراج معظم ديبلوماسيها ومواطنيها من الخرطوم لكن ماذا عن مرحلة ما بعد الإجلاء؟ هل يترك السودان بما هو فيه من اقتتال؟ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جازابوريل قال إنه على الرغم من إجلاء الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من مواطني الاتحاد فأن التكتل سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع مضيفا أنه لا يمكن تحمل انفجار السودان من الداخل لأن هذا سيرسل موجات من الصدمات في إفريقيا بأسرها وزير الخارجية الفنلندي قارب الإجلاء من منظور مختلف وقال إنه ليس من العدل أن يغادر جميع الأجانب البلاد في هذه الظروف معتبرا أن ذلك قد يفتح المجال أمام قوات فاغنر وروسيا للعب هذه اللعبة وأكد أنه على الاتحاد الأوروبي فعل المزيد فيما يتعلق بالوضع هناك هي تحذيرات أوروبية وسط نوعا من الضياع فلا شك أن أجلاء الرعاية الأوروبيين هو أولوية بالنسبة للقارة العجوز إلا أن إفراغ السودان من البعثات من دون التوصل إلى تسوية سياسية قد يتركها أمام احتمالين إما استغلالها من قبل مجموعة مسلحة خارجية وإما تحولها إلى دولة منسية تتقاتل من الداخل